ده جانب متعلق بالجماهير والأجواء اللي أنا شفتها هناك طبعا حضور الكابتن حسن حمدي وكابتن حسن موجود يا جماعة من قبل يعني اللقاء الأول ويمكن التقيت به وهو داخل حتى مباراة اتحاد جدة وكان معاه نجله لأستاذ طيمور وأولاده وأحفاده يعني زي ما انتوا شايفين طبعا على الشاشة ومعهم كمان القنصل المصري في جدة والمهندس خالد مرتاجي الكابتن محمود الخطيب يعني النازم صراحة كلها رايحة لمسندة النادي الأهلي بس وجود الكابتن حسن كمان مع الكابتن محمود الخطيب بيوريكي يعني ايه عيلة النادي الأهلي يعني ايه عيلة الأهلي كلها موجودة مع الفريق في مسندة ومؤذرة وتشجيع بإذن الله لهذه المباراة دي الأجواء في جدة ودي الأجواء الجماهرية والناس مسافرة وقطعت شوت كبير جدا في الأيام اللي فاتت عشان تحضر المباراة وفي ناس سفرت تللة المباراة في جدة وقعدت في مدينة جدة على نفقتها الخاص عشان تحضر المباراة في اليوم التالي ما تضمنش الطريق ما تضمنش السفر لأن الناس هتحريصة أن تكون موجودة مع الفريق من ليلة المباراة الوقت كان داية ما بين المباراتين لكن النهاردة أنا واسخ إن شاء الله يعني لو حضر 15 ألف مشجع أهلاو في الملعب أنا أعتقد ده يكون رقم مهم جدا في وسط الظروف اللي بتقام فيها هذه المباراة في وسط الأسبوع في المملكة العربية السعودية الحاجة التانية ودي اللي لمستهب بجد من اللاعبين عن قرب يعني التقيت بكهرباء التقيت بحسين الشحات التقيت بكابتن خالد بيبو التقيت بمرسل كولر بمحمد الشناو وعلي معلول بص يا جماعة الأهل مش بيكسب عشان بيحضر فنيا بس ولا فيه روح مع نواية عالية بس لا ده فيه تفاصيل فيه تفاصيل التفاصيل يعني ضربة الجزاء الأحراز علي معلول لما سألت معلول بعد مباراة اتحاد جدة أنت ضربة الجزاء دي الكل كان شاكك وقال أنت صعب أنك أنت اللي تسدد خاصة أن آخر راكل الجزاء مباراة سانداونز أهضرتها وبالتالي كانت سبب في خروج الآلي من الدور الإفريقي قال لي بالعكس كولر أعطاني الثقة لتزيد راكلة الجزاء ولكن مش هنكرر نفس الخطأ اللي حصل في ماتش سانداونز إزاي يا علي قال كان فيه تاكتك أن الكهرباء يمسكوا الكرة ويروح لنقطة الجزاء ويحطوا الكرة بحيث أن حارس المرمى عارف كهرباء فهيسست من نفسه على أن الكهرباء بيشوت في مكان معين لأن فريد التحاد جده عارف كهرباء كويس وكل الجهاز الفني ويمكن كهرباء على فكرة كان فيه استقبال كبير جدا من الناس في الصعودية ليه لأنه كان ليه تاريخ طويل وأدى بشكل كويس جدا مع التحاد جده في فترة من الفترات ولكن بعدما كهرباء أخد الكرة وحطت الكرة على نقطة الجزاء ابتدأ يتحرك علي معلول من نصف الملعب وروح لمنطقة الجزاء عشان يكون مفاجأة للكل إن معلول هو اللي يسدد وقال لي دا كان جزء تكتيك معين من الجهاز الفني عشان أبقى جاهز وأنا بسدد ما روحش من البداية ما يحصلش يعني حد يخش معايا زي ما حصل في ماتش سانداونز الحارس اللي قدام ما يفتكرش أنا اللي هسدد فيبقى مضبط نفسه عارف معلول بيشوت فين تفاصيل مهمة حصلت في تسديد ركلة الجزاء من علي معلول أنا بقول لكم تفاصيل نفس الأمر لما محمد الشناوي صد ركلة جزاء من كريم بن زيمة علي معلول قال له خد بالك بيلعب فيه الجبهة بيلعب فيه ناحية اليومنا وبالفعل الشناوي راح في نفس المكان من النقاط اللي كانت مفاجأة بالنسبالي بقول لقهربا أنت تسببت بشكل غير مباشر في ركلة الجزاء الأولى لما كلك بكنش واخد بانه في ركلة الجزاء وأنت اللي أصرته وعملت حالة في الملعب وعملت الأسس التاني والتالت قال لي دا لسه اللي جاي قال لي لسه اللي جاي لسه مباراة نصف النهائي عايزين نوصل النهائي عايزين نعمل تاريخ تب ليه منتبطة الإفريقيا وبتلعب أربعة كاس عالم متتالي قال لي دي آخر بطولة كاس عالم لما وصلناش فينال صعب نعمل تاريخ تاني في الفترات اللي جاية لأن البطولات اللي جاية أكيد نظامها هيختلف تطبعا قبل ما يتم الإعلان عن نظام بطولات كاس العالم نظام انتر كونتينيلتا اللي هتتلاعب في عشرين أربعة وعشرين والعشرح هحضركم بالتأكيد في سياق الحلقة وكاس عالم بشكل كبير لتنو وتلاتين نادي كل أربع سنين فالناس مدركة تماما أن الفرصة دي مش هتتقرر تاني اللعبة في السعودية وعلى استاد الجوهرة المشاعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية مش هتتقرر تاني الحضور الجماهيري ده مش هتتقرر تاني انت روح تلعبت في قطر روح تلعبت بالتأكيد برضو في الإمارات في حضور جماهيري نعم صحيح ولكن فكرة انه يوصل لحضور الجماهيري الخمسة وعشرين وثلاثين ألف مشجع أهلاوي مع فريق هو صاحب الملعب والجمهور كانت صعبة جدا فالتحدي عند اللعبة كبير كولر مركز في البطولة دي تركيز شديد جدا وده يندل على شيء بيدل انه وقت موصل السعودية كان محضر انه نعب بكوكا قبل مباراة اتحاد جده بثلاثة ايام الراجل ما عندوش فكرة الاختيار العشوائي او الاختيار اللي ممكن يجي باي لك كده ليلة المباراة الراجل محضر كويس جدا للبطولة دي اختيار كوكا كان قبل مباراة اتحاد جده باثنين وسبعين ساعة والتحذير لمباراة في الومانسي هو محضر لها من قبل السفر الراجل محضر سياسة الفريق في البطولة دي بشكل كويس جدا وعارف ان الزوية حضر كويس جدا للبطولة دي وقال نقطة مهمة جدا في اللقاء معاه وده عكس اللي كان بيتقال قبل كده قال طبيعي ان اتعرب لضغوط بس الضغوط دي ما بتأثرش على شغلي قال كده قال طبيعي اتعرض لضغوط ولكن الضغوط دي لا تؤثر على شغلي انا محضر كويس جدا فترة الزمنية اللي كانت بين المباراة عشان استعد المباراة اتحاد جده كانت فترة مناسبة جدا والفترة دي ما كانتش متاح حالية في الفترات السابقة المكسب ده مكسب معنوي قال اه مكسب معنوي بس احنا لسه ما عملناش حاجة قال كده احنا لسه ما عملناش حاجة كل المؤشرات دي تقولي النهاردة اللي احنا على موعد مع التاريخ النهاردة اللي عيبة ان شاء الله عندها ثقة كبيرة جدا ان هي هتعمل مباراة كبيرة المكسب ده توفيه من عند ربنا ولكن التفاصيل البسيطة اللي شرحتها لحضراتكم في لقاء اتحاد جده اندلت على شيء بتدل ان الاهل مش رايح للصدفة او رايح يعمل مفجأة الاهل رايح يصنع تاريخ الاهل رايح يفتح صفحة جديدة من صفحات التاريخ الفريق الوحيد اللي بيلعب اربعة سيمي فاينال متتالي في كأس العالم للاندية الفريق الوحيد اللي موجود في تسعة نسخ من كأس العالم للاندية الفريق الوحيد من البطولة دي اللي ضمن التواجد على الاقل في قائس العالم في الولايات المتحدة الامريكية عشرين خمسة وعشرين فبإذن الله ان شاء الله يدر الاهلي يحقق نتيجة كويسة اشتركوا في القناة